وفي دير الزور بواسل قواتنا يواصلون تقدمهم في قهر إرهابي جبهة النصرة في منطقة السبع بحرات باتجاه كنيسة اللاتين والإرهابيون يعيثون فسادا ودمارا في الممتلكات العامة والخاصة ويعتدون على كنيسة الكابوتشي للاتين ويحفرون الأنفاق تحتها هذه هي منطقة السبع بحرات نرصد وإياكم تقدم قواتنا الباسلة في هذه المنطقة باتجاه كنيسة اللاتين الكابوتشية وأيضا الشوارع والحارات التي يحاول المسلحون التسلل إليها وبالتالي الوصول إلى هذه المنطقة هذه المساكن الشعبية التي تعرضت أيضا للتدمير والسرقة والتخريب من قبل المجموعات المسلحة قبل أن تتدخل قواتنا الباسلة وتطرد المسلحين إلى المناطق الخلفية باتجاه الأمام باتجاه شارع سيناء وفؤاد وباتجاه أيضا الشارع العام من الجهة المقابلة منطقة الملاصقة من منطقة البعاجين إلى منطقة المساكن الشعبية والخط الفاصل ما بينها هو شارع سيناء وفؤاد طبعا كان يتمركز أحد القناصة في مئذنة الجامع ويقوم بإطلاق النار باتجاه المدنيين الآمنين في منطقتين القصور وشارع حمود العبد أيضا هذا أحد المباني المدمرة بعد أن تمركزت فيه المجموعات الإرهابية وانسحبت منه بعد أن تقدمت قواتنا الباسلة وقامت بتفخيخ وتفجير هذا البناء حتى تعيق تقدم قواتنا الباسلة باتجاه الأمام هذا أيضا هو بناء بنيك بيمو لطالما حاولت المجموعات الإرهابية التسلل إلى هذا البناء وبالتالي تعرضه للقذائف واحتراق بعض الأبنية بعض التواضق في هذا البناء يلاصق أيضا بناء شركة سيريا تيل وحجم الدمار الذي خلفته المجموعات الإرهابية جراء الحقد الذي تمتلكه تجاه أبناء المدينة كنيسة اللاتين الكبوشية هي من أقدم الكنائس الموجودة في سوريا تعرضت أيضا للدمار والتخريب والتفجير لأكثر من مرة بعد أن قام المسلحون بحفر الأنفاق تحت هذه الكنيسة نلاحظ حجم الدمار والخراب وحجم الحقد الكبير لدى هذه المجموعات المرتزقة كلفت مجموعة بمهمة تطهير قسم من مدينة دير الزور بالقضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة وسحقا وتدميرا وطردها خارج المدينة طبعا مثل ما شفته المجموعات الإرهابية المسلحة كانت عم تتخذ الجوامع والكنائس والمدارس والمرافق العامة بشكل عام انطلاقا لإرهابهم وقتل للأبرياء والناس ستبقى مشاهد الدمار والخراب شاهدة على إرهابهم وإجرامهم وتمويلهم من قبل الدول العربية والغربية للتآمر على هذا الشعب الشعب السوري الأصيل لأخبار تلفزيون محمد العرسان دير الزور